كابتن طريق أنا متفاهم جداً أن أنت كنت تفاهم وعارف أنه أنت جايت ثلاث شهر أو مهمة مؤقتة لتعديل وضع فريق المصري في المسابعات المختلفة بس برضو أنت كمدرب وأنت فاهم وأنت اشتغلت وأنت عارف لو النتائج حلوة دي بتبقى حاجة مغرية لأي إدارة وخلاص الناس دي تكمل لو النتائج قليلة في الفترة داية أو عادية مش هقولك حلوة أنت كنت تعملين نتائج عظيمة ممكن برضو تمشوا فترة مؤقتة لكن نتائج كانت عظيمة مكتش عشكاس آلتك أكيد كنت متصور أن أنت ممكن تكمل وأكيد برضو كان بالنسبة لك دي مفاجأة أن أنت تمشي المفاجأة ما بقيتش مفاجأة بعد ماتش كاس الرابطة لأننا أنت أكدت 100% بعد كاس الرابطة أن الموضوع انتهى خلاص حتى إحنا نفسينا بعد كاس الرابطة كلمنا مع مجلس الإدارة وقلنا لهم يا جماعة إحنا بننهي مشوارنا بنهاية آخر ماتش في الدوري وبنشكركم طبعا والناس شكرتنا كمجلس إدارة أن إحنا كمان اللي سبقنا بدان بعد ماتش كاس الرابطة إحنا قريضي بلغنا مجلس الإدارة أن إحنا مش مكملين وأن الموضوع خلاص بالنسبة لنا على أسنة نفتح لهم المجال أن هما لو بيفكروا في حد من دلوقتي يجيبوه حتى يمكن حصل مكالمة بيني وبين أحد عداء مجلس الإدارة وبصراحة وأتكلمت مع أبصراحة وقلتله من مصلحتكم ومصلحتنا أن أنتو ما تنهوش لحد ماتش النادي الأهلي اللي هو بتاع كاس مصر لأ انتو خلوا آخر ماتش لينا لو إحنا فعلا مش هنجدد في النادي المصري هو الماتش الأولاني تعالنادي الأهلي بعد كاس الرابطة على طول اللي هو في الدوري اللي هو أختام الدوري ومن هنا كان الدوري بتاعنا أو كان العاد بتاعنا بينتهم على الماتش ده قلت له بالحرف الوحدة قلت له فكروا في أن انتو هتبتدوا موسم جديد حتى انتوا تخلوا اللعيبة في الفترة الجاية تحت ضغط المدير الفن الجديد اللي هيجي وعارفين انه هو ده اللي هيشتغل معاكم او من دلوقتي اعلنوا اعلنوا ان الجهاز ده مكمل يا جماعة وخلاص حتى اللعيبة تبقى عارفة ان فيه جهاز مكمل او جهاز جديد جاي والموضوع هم تفهموه بشكل قويس جدا واحنا كمان يعني شايفين انه كان فيه تعاون كبير جدا بيننا وبين مجلس الإدارة وبين المنظومة كلها يعني والموضوع كان سالس انتوا كجهاز فني بقى في الفترة دي كنتوا تطلبوا بقى صفقات جديدة بتطلبوا اسماء معينة بتشاوروا للإدارة تقولهم والله احنا محتاجين ملاكس معينة محتاجين الاسماء دي لو تسأل اه يعني لو تسأل تقسوا دياني ولا ما تسألت اه فيه اوقات كنت بتسئل شخصيا والدكتور ميمي كان بيتسئل انما اللي هو ايه اللي هو انت ما بتقولش يعني عايز فلان وعايز فلان وعايز فلان لان انت مش عارفت فيه جهاز ثانية هو اللي هيختار اه يعني انت انت قريدي حتى واحنا شغالين والنتايج كويسة قبل كسر ربطة احنا ما كناش متحمسين للحيطة دي لان انت قريدي ما جدتش معايا صح فانت خلاص انت عارف ان انت قريدي لو هتكمل لو هتكمل قريدي انت متابع الدوري كويس جدا وقدمك وقت ان انت تختار انما في الوقت ده عارفنا اني كان فيه تعقدات مثلا زي محمد الشامي كان النادي متعاقد معا من قبل كان ماتش كسر ربطة بشوية لانه كان عقده متهمة عن نادي الاسمائيدي واتفقوا معايا وكان خلاص الدوري بيه خلاص يعني فاتسألنا فيه طبعا ده بما ان النادي خلاص بتعاقد معاه وقلنا لهم طبعا اكيد محمد الشامي العيد كويس انها ما تسألناش على مجمل صفقات ولا تكلمنا حتى اخد بالك يا كريم عشان برضو جمهور برسعيدي بقى عارف وكلام ده واضح جدا احنا كنا مركزين قوي في الفترة دي في المنافسات اللي احنا بنخدها مش مركزين بره دي بغض النظر عن ان احنا يعني احنا ما كناش حاسين طبعا ان احنا مكملين او مش مكملين ده موضوع بره لحزبة خالص لا احنا كنا حساباتنا الاول والاخير ازاي نعرف نجيب بطولة لنادي المصر في الفترة اللي احنا موجودين فيها خاصة ان ان انت كمان وصلت نهايكا سر ربطة وبتنافس في في كاس مصر وازاي تعرف تاخد مركز كويس في الدوري والحمد الله ده حسابناه قبل المطش بتاع النادي الاهلي يعني يعني من المطش قبل مطش اسموحة كمان او في فترة مطش اسموحة اللي هو اللي اتغلبنا فيه فكان الموضوع شبه محسوم بالنسبة لنا خلاص المركز الخامس بقى بتاع النادي المصري وكانت منافسة جديدة جدا بينك وبين امبي وبين المقولين العرب وبين اكتر من فرقة في الحتة دي كانوا بينفسوا بقوة على المركز ده الحمد الله احنا خلاص ده حسابناه بدأنا نركز في كاس الربطة بدأنا نركز في كاس مصر اللي هو انت مش تشغل بالك بقى اي حاج خالص غير شغلك في المركة